مرحبا أهلا وسهلا فيكم في الحلقة الثانية من ريفيو تبع LG V60 طبعا كل موضوع LG اللي هو هذا اللي شايفينه كبير اللي هو موضوع دول سكرين أوكي هنحكي عنه هلأ خليكم معنا زي ما انتم شايفين هذا هو دول سكرين كيس هو عبارة عن زي كيس بس بتحطه هيك سهل جدا بس بتركبه وانتهى الموضوع الآن التو سكرينز نفس الحجم نفس الريزولوشن وهي الشغلة الحلوة بره عندك في سكرين صغيرة فيها اليوم والتاريخ والباتري بشكل عام الباتري تبعته خمس تلاف ميليامبير فهذه تعتبر ممتازة لو عملنا شايفين هون بتطلع لك شغلة هاي ترنون دول سكرين بصير عندك تو سكرينز زي ما انتم شايفين حكي لكم عن بعض الشغلات الحلوة في التو سكرينز هدول خليكم معنا طبعا في البداية انا حابب احكي انه زي ما انتم شايفين بس تحط السكرين بطلع لك سمون منيو على الجنب بتقدر تفتح التو سكرينز بتقدر تضوية هون ضوطت السكرين زي ما انتم شايفينها بقدر افتح غاد وان اب وهون اب تاني مهائيا خلينا نفتح براوزر مثلا نحكي وويكيبيديا وبشكل عام انت عم بتشتغل على شغلتين بنفس الوقت بتقدرش تسمع صوتين يعني ما بتقدر تحضر هون يوتيوب وهون مثلا تسمع موسيقى لا بتعرف ما بمشي الآن بس تفتح الدول سكرين بطلع لك منيو على صغيرة هاي اللي على اليمين اول واحد بتدوي بتقدر تعمل سواب يعني بتشيل السكرين من اليمين للشمال ومشمال اذا كنت تحط مثلا اليوتيوب غاد او كنت تحط البراوزر هون بتقدر ترجعها هاي الشغلة بتقدر تعمل بتوقف السكرين نفسها زي ما انتم شايفين هون عن برجعها واخر واحدة بتقدر تطفي السكرين هاي بتقدر توقف السكرين يعني ما بقدر حدا يكبس عليها بالغلط واخر واحدة طبعا ايقاف السكرين ومترجع تطويها بكل سهولة طبعا الشغلات الحلوة في هذا الكيس انه بتقدر تلفه 180 درجة فبتقدر تحمله بكل الطريقة بتقدر تجاوب على التلفون بالدول كيس يعني اذا جاءك مكالمة بس بتكبس على السكرين وبتقدر تجاوب عليها كان نفسي انه يكون في هون كبسة ياس او نو لما بتفتح خلينا نحكي عن شغلة مهمة اول شغلة اللي هي هاي وايد فيو وايد فيو وايد فيو حد حكي عنا هلا انت لما تدخل على السيتنج تبع هون السيتنج احنا بنعرف هون بس هون السيتنج شايفينه هين صغير هيك في شغلة يسمها وايد فيو زي ما انتو شايفين هاي الاب بس اللي بتساعدك انك تحضر الوايد فيو بس اذا بتحضر ابات تانية خلينا نشوف الان قبل ما ننزل الاب اللي بتحكيلكو عنو نحضر مثلا هاي طبعا شو هو الوايد فيو خليني اشرح لكم شو هو الوايد فيو مثلا نفتح جوجل احنا اوكي بتكبس الدول سكرين هاي اللي هون اوكي بطلع لك هون وايد فيو زي ما انتو شايفين انا بشوف السكرين بشكل عام اه كبير المشكل الوحيدة اللي هون اني انا اه في شغلة بالنص اوكي فممكن اعملها هيك زي ما انتم شايفين برضو طريقة حلوة انه اه تحضر او تكمل الوايد فيو طيب المشكلة اللي كبرة اللي هون انه مش كل الابات اه بتقدر تحضر الوايد فيو فيها زي ما حكينا في عدد بسيط عشان تحلو هاي المشكلة انه تحضروا او كل شيء يصير عندكو بتروحوا على وايد مود فور الجي على الجوجل بلاي وبتعملوا انستول سهل جدا برنامج بسيط بتنزلو وهو بصير يعمل لكو كل باقي الابات وايد فيو طيب بعد ما نزلنا الاب اللي اسمو الوايد فيو الجي او فور الجي بتروح على تقل تبعتك وبتشوف هون في شغلة جديدة صارت اسمها وايد فيو بتحطها سموير اوكي اه هلا مثلا فيسبوك ما كان يدعمها بتدخل على الفيسبوك وبتعمل هون وايد فيو بصير عندك الفيسبوك وايد فيو برضو بتقدر تشوفه بالاة بورتريت مود اوكي في شغلة حلوة في الجيميل اذا بدك تبعث ايميل طبعا انت عادة نكتب بهاي الطريقة لكن ممكن تسوي هيك في هون عندك شغلة طالعة شايفينها بسموها دول سكريم بصير عندك فوق الكتابة وتحت الكيبورد او اشي رائع انت بتكتب هيك بس المشكلة لما بتيجي بتكتب ابعاد اللي هذا فبتحط صابعك بالنص بتسحب هيك بتقسم فبتصير عندك الكيبورد ابعاد عن بعض بتقدر ترجعهم وتشيلهم بنفس الطريقة اوكي هنحكي لكم شغلة حلوة في الكاميرا في الدول سكرين زي ما انتم شايفين انا فاتح الكاميرا وان سكرين زي هون في الاعلى بطلع لي شغلة جديدة تقدر تعمل رفليكشن للدول سكرين بتنتين بقدر اقلب بالسكرين وبشوفها من هون ومن هون نفس الاشي زي ما انتم شايفين يعني اللي غاد شايفني نفس الاشي بقدر الناس تشوفني اخد صورة هاي الصورة اوكي ناشي اياها اوكي الان نرجع على الدول سكرين هذا هو هون اوكي في شغلة حلوة هون بقدر اضوة ضو زي ما انتم شايفين هون طلع لي شغلة تانية في الفلاش ضو بعمل لي فلاش هذا خاصة بالليل فلاش داخلي رفلكتر بقدر اغير اللون البدي اياه وبقدر اغير الحجم او الاسمه رفلكتر اوكي فهي كدع اضاءة على وجه هادي شغلة كويس كتير في موضوع الدول سكرين في شغلة حلوة هون اذا انا بعمل تشات الان مع صديقي وبيدي اعطيه سكرينشوت للي موجود هون في الصورة في بطلع لي شغلة لما حط الدول سكرين اياه هون في الكيبورد زي ما انتم شايفين دايركت ببعت له سكرينشوت للي انا اخدته طبعا الحلو فيها انه هذا السكرينشوت ما بنحفظ عندك في الميموري فهو بس ببعت له اياه دايركت وبنتين ها رجيكم حركة حلوة طبعا تقدر تستخدم ثلاثة ااب ببعض هذا الااب الاول اللي هو مثلا احنا عندنا يوتيوب مش اربع للاسف بس ثلاثة مثلا هون انا بدي افتح الكروم وبروح على الهون بحط الكروم في شغلة اسمها ملتي ويندو وبقدر اختار مثلا كالكوليتر فبصير عندي اليوتيوب الجوجل وهون كالكوليتر بقدر اكون شغال على ثلاثة شغلات مع بعض بنفس الوقت في شغلة حلوة في الجلاري برضو حاب بحكي لكم عنها بس تفتح الجلاري نفتح اياه صورة مثلا بتشوف هون في شغلة اسمها دول سكرين بتصير انت هون تتفرج على الصور هون تقدر تشوف الصور تقدر تغير مثلا هون زي ما انتم شايفين وهون بقدر اشوفها فبعطيك برضو طريقة طبعا احنا حكينا في الموضوع السابق انه في بتدر تسوي تلاتة سكرين واحد هون واثنين هون بس في شغلة بدور جيكو اياه اسمهم باباب ويندوز اللي هي بالاضافة للتلاتة سكرين بتقدر تسوي باباب ويندوز هون بتلاقيها عندك دايما على السكرين مثلا بدي احط الفيسبوك باباب ويندوز بدي احط مثلا بلاي ستور باباب ويندوز زي ما انتم شايفين هادي باباب ويندوز ما الى خاص في الموضوع سكرها عادي طبعا زي ما انتم شايفين الغريب في هذا الشارجر او الكابل انه c to c تايب سيت و تايب سي مش يو اس بي لو سي فيعني سبيش الوير عشان السرعة صراحة يعني فيه شغلات كتير بده احكيلكو اياها انا مش جيمير بس الجيمينج فيها اشي رائحة وارجيكو اياه هلا خلينا نفتح اب مش كل الاب سبورت هذا الشغلة بس معظم الاب عندها هاي السبورت خلينا وارجيكو طيب لو دخلنا هلا على الابس تبعات الجيمز ودخلنا على اللعبة مثلا بدنا اياها هاي في هون شغلة بتطلع لك اللي هي game modes LG game pads شايفينها اللي هو LG game pads بتقول اوكي بشوف اللعبة اللي بدك تلعبها هكي لنلعب السيارات بعطيك زي جويستيك بس فاك يعني هي على الشاشة يعني فانت بتقدر تلعب هاد خاصة للجيمرز اه وهى لها فوائد وهون ازا بقدر الغي الشغلة بقدر اغير حتى مثلا ها بدي يشير بس هان هاي سيارات شايفين كيف بسير تلعب وهذا الغيارات فشغلة جميلة للجامر بشكل عام صراحة تلفون رائع حجمه كبير كثير يعني لخاف من الحجم الكبير ووزنه تقيل بس هذا لأنه البطارية في عالية عندك دو سكرين فانت ماسك كمبيوتر فعلا بيدك بلص انه بدعم الوائرلس وهذه شغلة جميلة وسريع جدا في الشارج وبالتالي المترجم الذي يأتي معه سوف أعطيكم هذا هو المترجم الوائرلس USB-C والناحية الثانية المترجم الوائرلس المترجم الوائرلس يعني هاي شوية شغلة مش هتلاقي هذا في كل مكان موجود بس هذا المستقبل المترجم الوائرلس الجي عاملة جيد جوب يعطيكم العافية ونراكم إن شاء الله في حلقة شكرا